اشتركوا في القناة اللي هو مساء يوم الخميس رح ينتقل لبرج العذرة وذكرنا بالمنازل ان القمر موجود في منزلة الزبرة وهي منزلة للربح والحرية والصلاح والإصلاح ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 11.45 دقيقة بتوقيت جرينيتش مساء من مساء اليوم الأربعة اللي هو موعد بث الحلقة لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الصرفة وهي منزلة للربح والضرر والخراب والإصلاح بين الشركاء والثبات يعني أغلب يوم الخميس أو كل يوم الخميس القمر رح يكون موجود في منزلة الصرفة وبما ان القمر من الآن لغاية ساعات المساء في برج الأسد معناته اليوم برضو بيكون الناس من حولنا في هاي الفترة أكثر كرما مما اعتدنا من ناحيتين المادية والعاطفية بيكون التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطفي مع الحبيب بوسعنا التقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة بوسعنا اقتراض المال والاستثمار واقتناء حلية ثمينة وتحلي بالشجاعة وارتداء ملابس أنيقة بتلفئت انتباه الآخرين لا إلنا أما بالنسبة للزوايا البطيئة فطبعا عنا أول زاوية هي زاوية تثليث إيجابية بين الزهرة وبين المريخ وهاي اليوم آخر يوم لتأثيراتها بيسود جوعا من الود فبتسهل علينا التفاهم مع الآخرين وبتعزز العلاقات العاطفية الناجحة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع السلبية بين الشمس وبين بلوتو وهاي طبعا تأثيراتها لغاية 23 مع عشرة بثور أعمال العنف ومواجهات لها علاقة بالنيران والمعادن وبتعزز التسلط عند البعض ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين طبعا هاي الزاوية تعمل نوع من أنواع التحويل الجذري على المستوى المهني أو العائلي لبعض الأشخاص وبتدل على وجود مؤامرة ضد حكومة ماه سواء داخلية أو خارجية وقيام الحكومة ببعض التعبئة ضد بعض الجماعات الإرهابية اللي بتحاول زعزعة الأمن والاستقرار يعني بالفترة هاي بصير في احتمالية عالية جدا لوقوع حوادث إلى علاقة بالحرائق والظواهر الطبيعية كالزلازل والبراكين والتعريف أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين الشمس وبين المريخ وهي تأثيراتها لغاية يوم 22 عشرة بتعزز قدرتنا القيادية وبتشجعنا على الإقدام على خطوة جديدة وجريئة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربية سلبية بين المريخ وبين نبتون وهاي طبعا تأثيراتها لغاية يوم 22 عشرة بينتابنا شعور بالتشتت وعدم التركيز وبتزداد حالات التسمم الغدائي ممكن نتعامل مع بعض الأشخاص ونكشف أو نكتشف لاحقا إنهم بيكذبوا علينا بدهم يحذروا الأشخاص اللي بيتناولوا الأدوية لأنهم ممكن يتناولوا أدوية بطريقة للخطأ وبتدل على اضطرابات سياسية في بلد ما بسبب ازدياد نفوذ الجيش أو ازدياد شعبية بعض الجماعات الدينية المتطرفة وممكن تشهد هذه الفترة بعض الحوادث الطبيعية كالفيضانات أو غرق بعض السفن أو نقلات البترول أو حرائق أو اضرابات أو في قطاع الصناعة والصحة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين الشمس وبين الزهرة وطبعا هذه التأثيرات لغاية يوم 5-11 يعني بصير في عنا نظرة إيجابية وتفاؤلية للحياة بصورة عامة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع سلبي منفصل ما بين زحل وما بين أورانوس وهذه تأثيرات لغاية يوم 16-11 منصبح مندفعين في تصرفاتنا ومتمردين على كل القيم والعادات بالدل على تغييرات أو أزمات مفاجئة في حكوم ما واحتمال وقوع حوادث طبيعي مدمرة كالعواصف والزلازل وسقوط الطائرات وحوادث إلها علاقة بالسك الحديد وبتدل كذلك على إضرابات واشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة أما بالنسبة للزاوية اللي اليوم رح تتشكل فعنا أول زاوية هي زاوية تربيع سلبية بين الزهرة وبين بلوتو طبعا اليوم ذروتها رح تكون ذروتها الساعة 6 ودقيقتين صباحا بتوقيت جرينيتش طبعا هاي زاوية تأثيراتها لغاية يوم 21-10 بتدفعنا للعنف وبتجعل مزاجنا عدواني وبتخلينا عصبيين وممكن تنتهي لعلاقات الضعيفة يعني وتسبب خلافات في حياتنا وعلاقاتنا العاطفية بشكل واضح بالدل هاي زاوية على تحولات وتغييرات غير متوقعة على الساحة الفنية فبعض المطربين او الموسيقيين اللي كانوا في القمة بينحضروا للحضيد بسبب رتابة عطائهم او عدم قدرتهم على تغيير اساليبهم وتجديد عطائهم برضو هاي بتسبب تعرضهم لمؤامرات او لتدني سمعتهم تشويها لا يستحسن طرح انتاجات فنية جديدة للأسواق ولا اقامة حفلات في هاي الفترة لانه نتائج غالبا ما بتكون مخالفة لما كان متوقع او بتتعرض لبعض المشاكل او عقبات في الانتاج والتوزيع وكذلك يستحسن تجنب اقامة السهرات الفنية لكثرة حوادث العنف والعدوان فيها وربما احتمال وقوع حرائق او حوادث غير متوقعة اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس ايجابية بين القمر وبين المريخ وهي ذروتها الساعة 26 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش يعني تاثيرات طيلة النهار بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبنندفع للاهتمام بصحتنا اكثر اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس ايجابية بين القمر وبين الزهرة وهي ذروتها الساعة 9 و12 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش يعني برضو تاثيراتها طيلة النهار بتأجج العاطف اتجاه الجنس الاخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاهم وابداعهم اما بالنسبة للزاوية الاخيرة ما قبل خلو المسار هي زاوية التزديس ايجابية بين القمر وبين الشمس وهاي راح تكون ذروتها الساعة 10 و35 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش يعني طيل النهار برضو منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنتلقى المساندة والدعم من الاصدقاء ومنتجه لتغليب العقل ومنصبح اكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار رح يبدأ الساعة 10 و35 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش ورح يستمر حتى تمام الساعة 24 دقيقة مساءا بتوقيت جرينيتش ليستقر القمر بعدها في برج العذراء هذا بيعني ان الفترة المذكورة لا تصلح للبدء باي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوب او زواج او شراء شيثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 24 و25 دقيقة مساءا بتوقيت جرينيتش القمر خلاص بيكون امتقل من الاسد للعذراء وعشان هيك منعود لطبيعتنا الجادة مننتبه اكثر لصحتنا بممارسة تمارين رياضية او البدء بحمية بتساعدنا في المحافظة على وزن مناسب ومنقبل على عملنا بهمة ونشاط ما منترك واردي او شاردي دون تفحصها ومنجد انه عنصر التنظيم في عملنا بيلعب دورهام ومنشعر ان الناس شحيحون في عطاهم ماديا وعاطفيا ممكن ننتقد انفسنا ونتوهم امراض ما الها وجود هاي افضل فترة للتخلص من عدات سيئة كالتدخين وشرب الكحول وبوسع نقتناع حيوان اليف ومطالعة كتاب مفيد والبدء بوظيفة او عمل جديد طبعا الاعضاء اللي في جسمها طيلة اليوم من الان ولغاية ساعات مساء يوم الخميس عنا الاعضاء الاكثر حساسية القلب والشريان الاورطي الدورة الدموية ضغط الدم معدل ضربات القلب العمود الفقري والظاهر والجانبان هذولا ما لازم نعمل لهم عمليات جراحية الا اذا كانت اضطرارية اما من ساعات المساء فبصير عنا الاعضاء الاكثر حساسية البنكرياس الامعاء الدقيقة الاعور القولون جهاز الهضمي الاثنى عشر المستقيم اجهزة الاحساس والعيون والاذنين هذولا بصيروا الاكثر حساسية اللي من ساعات المساء وما بعد في الايام القادمة بدنا نوفر لهم العناية الاضافية وبرضو نبعد عن العمليات الجراحية لا الهم اما بالنسبة لباقي اعضاء الجسم فطبعا يوصى معادي بامكانكم يعني اللي عنده عملية جراحية اليوم ما في اي مشكلة دون الاعضاء اللي ذكرناها هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لازلة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكن لا يصلح للقص العلاجي بما ان القمر موجود رح ينتقل في ساعات المساء لبرج العذرة معناة خلو المسار القادم رح يكون او رح يبدأ يوم السبت 22 عشرة بيبدأ في تمام الساعة 6 و 17 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش ورح يستمر حتى اليوم التالي اللي هو حتى صباح يوم الاحد حتى تمام ساعة 21 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش لا يستقر القمر بعديها في برج الميزان اما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال عمره 25 يوم في تمام الساعة 11 و 17 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بصير عمره 26 يوم نسبة الاضاءة بتصير 25% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الميزان حتى يوم 23 عشرة هي الان سعيدة بنسبة 100% ولكن في ساعات المساء له مساء يوم الخميس بتصير سعيدة بنسبة 85% القمر الان موجود في برج الاسد وفي ساعات المساء ذكرنا انه رح ينتقل لبرج العذراء ورح يظل القمر موجود في برج العذراء لغاية يوم 23 عشرة هو الان منتحس بنسبة 10% اللي هو موعد بث الحلقة اللي هو مساء يوم الاربعاء اما في ساعات صباح يوم الخميس بصير سعيد بنسبة 15% ساعات الظهر بترتفع نسبة السعادة لـ 45% ساعات العصر بتنزل نسبة السعادة لـ 30% في ساعات المساء بتنزل نسبة السعادة لـ 15% عطارد في الميزان حتى يوم 29 عشرة سعيد بنسبة 45% الزهرة في الميزان حتى يوم 23 عشرة هي الان سعيدة بنسبة 70% ولكن في ساعات ظهر يوم السائل الخميس بتصير سعيدة بنسبة 45% المريخ في الجوزاء حتى يوم 30 عشرة منتحس بنسبة 10% المشتري في الحمل بيتراجح حتى يوم 28 عشرة بعد أن يرجع للحوت ويكمل تراجعه منتحس بنسبة 50% زحل في الدلو بيتراجح حتى يوم 23 عشرة منتحس بنسبة 40% أورانوس في الثور بيتراجح حتى يوم 22 واحد منتحس بنسبة 10% نبتون في الحوت بيتراجح حتى يوم 14 منتحس بنسبة 10% وبلوتوف الجدي حتى يوم 23 ثلاث سعيد بنسبة 15% نوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا القمر بما أنه طول اليوم رح يكون موجود في برج الحمل في برج الأسد فبتضر رغبتكم قوية جدا في التقرب من أحبائكم وقضاء وقت ممتع معهم تعتبر هذه فترة مثمرة وإيجابية على المستوى العاطفي على مستوى التقرب من الأحبة تفاهم مع الأبناء على مستوى الحضوض على مستوى الترفيه ممكن تنجح اليوم بحملة ترويج لسلعة معينة أو لشيء معينة أو لفكرة معينة عشان هيك بدك تكون جريء بالطرح بتتسارع الأحداث بشكل مميز خلال هذا اليوم واستثنائي ممكن تتلقى جواب أو عرض ممتاز جدا في ساعات المساء طبعا القمر رح ينتقل للعذراء له البيت السادس لإلكم اللي بركز على العمل وعلى الصحة عشان هيك حاولوا اليوم بساعات النهار تنجزوا الأعمال الضرورية والمهمة قبل انتقال القمر لهذا البيت لأنه رح يسبب نوع من أنواع تباطئ بإنجاز الأعمال أو صعوبة بإنجازها بعض المشاكل في مكان العمل وبرضو بعض التقلبات الصحية برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا التركيز رح يظل طيلة النهار على الأمور اللي إعلاقة اللي إعلاقة بالبيت والعائلة فعشان هيك هاي البيت والعائلة هم اللي بخذوا القسط الأكبر من تفكيركم خلال هذا اليوم ممكن تجدوا نوع من أنواع التعاون من أفراد العائلة تلمسوا نوع من أنواع التوتر على الصعيد الشخصي أو العائلي أو حدث معين بلفت انتباهكم العلاقة بالبيت والعائلة أهم شيء أنك تتخلى عن مواقفك المتحفظة وتجنب العمليات الجراحية اليوم لأن خلو المسار شوي بيأثر عليك بشكل سلبي حاول أنك تأخذ فترة متقطعة من الراحة وحاول أنك تستشير طبيبك إذا شعرت بشيء غير اعتيادي أما في ساعات المساء القمر رح ينتقل للبيت الخامس فهنا الأجواء بتصير قوية بالحضوظ بصير التركيز على المستوى العاطفي وعلى التقرب من الأحبة وحل بعض المسائل اللي بتتعلق بالأبناء أو الأحبة أو التقرب من الأحبة أو أشياء من هذا القبيل الأجواء بتصير إيجافية جدا بخلال الأيام القادمة برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا بيظل اليوم عندكم نشاط حالي جدا بالاتصالات والتنقلات ومنكم أشخاص اليوم ممكن يخرجوا في نزة قصيرة وبيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع الإخوة مع الجيران طبعا بيطالعك فترة حافلة بالواجبات والمسؤوليات على أنواعها أهم شيء أنك ما تتهرب منها انتبه أثناء فترة خلو المسار من القيادة للسيارة يعني ما بين المدن انتبه ما تتسرع ما تغامر رح تتغير اليوم الأوضاع لصالحك شرط التحلي بالليوني والدبلوماسية في التفاوض وعدم العصبية وعدم فرض رأيك على الغير بتكثر عندك الزيارات والتنقلات بشكل كبير خلال هذا اليوم أما في ساعات المساة فالقمر رح ينتقل ويصير في البيت الرابع لإلك فعشان هيك التركيز رح يصير على مسائل الهلاقة بالبيت الهلاقة بالعائلة أو إلها علاقة لبعض موليد الجوزاء اللي سفرهم لبلدهم الأم فعشان هيك التركيز كله رح يصير على البيت والعائلة وأحداث عائلية برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا اليوم هذا بيحمل لكم فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي مع هيك بدكوا تحذروا في أي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجيات ثمينة وما تبالغوا حتى بالأمور أو المراهنات أو المجازفات المالية ممكن تعالجوا اليوم استحقاق مالي أهم شيء زي ما حكينا ما تتسرعوا بتوظيف الأموال بل دققوا بالتفاصيل بتطمئن خواطركم نوعا ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ في ساعات المساء القمر رح ينتقل ويصير في البيت الثالث فعشان هيك من ساعات المساء بيكثر عندكم النشاط والحيوية والكلام والاتصالات والاهتمام بالسيارات والإلكترونيات نشاط عالي جدا بيبدأ يظهر على الساحة وقدرة على الإقناع عالية وسرعة بديها عالية جدا الحضوض بتصير بأوجهة فعشان هيك الأيام القادمة تحمل لك كثير من الفرص برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا القمر بما أنه موجود عندكم لغاية ساعات المساء فعشان هيك اليوم هذا برضو يوم أفضل من الأيام الماضي كمان بيعيدلكم نشاطكم المفقود وبوسعكم المبادرة بخطوة جديدة الدعم من مركزكم الاجتماعي اليوم بتقدر توضح وجهة نظرك والاهتمام بمظهرك وبتشعر بالحماس الفائضة وبتنشغل بوضع حجر أساس لمشروع جديد أو فكرة جديدة بتملك أفكار باهرة وحلول مذهلة اليوم تبدأ بفتح صفحة جديدة في حياتك أما في ساعات المساء فالأجواء رح تركز على الوضع المالي من هون الباب رح يفتح لك فرص لمكسب مالي بيجي من عمل إضافي مستردات هباد دعم استرداد بعض الأموال ممكن أنت تبدأ في مشروع جديد ولكن أنه في فرص مالية قوية عشان هيك بدك تجهز حالك عشان تعرف تستغل الفرص في خلال الأيام القادمة برج العدرة بالنسبة لموليد برج العدرة طبعا القمر ما زال موجود بالأسد لغاية ساعات مساء يوم الخميس فعشان هيك بظل التعب مسيطر عليكم بدك تحاولوا تنظيم أموركم والمحافظة على صبركم المعهودة أثناء تصريف الأمور والتعامل مع الغير حاولوا بدك تحذروا من الأفكار السودة والمعنويات المنخفضة لأنه ممكن تخيب أمالك أو تتأخر أعمالك وابتعد عن الضجيج والصخب وما تحسم قرار ولا تكون لجوج لأنه ممكن يخضي لك الحظ أما في ساعات المساء فالقمر رح ينتقل ويصير عندكم فعشان هيك الأجواء رح تتغير بشكل جذري كلما اقتربنا لساعات المساء رح تبدأوا فترة أفضل من الأيام الماضية بتعدلكم نشاطكم المفقود بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة وبتدعم برضو هاي الانتقالة من مركزكم الاجتماعي يعني حيويتكم بتصير بأوجهة والحضوض بتصير تقترب أكثر فأكثر عشان هيك حاول أنك تأجل كل الأمور خلال هذا اليوم إلا الأعمال الروتينية لغاية ساعات المساء لحديث ما يوصل القمر لا عندك برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا اليوم بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم أشخاص اليوم ممكن يتلقوا دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة بتكون تنقلاتك مهمة وبتتمتع بسرعة عالي جدا وسرعة بديها عالي جدا وممكن تحدد توجهاتك الفكرية والاجتماعية وحتى السياسية وتعرف لقاءات لإلك داعمة أهم شيء أنك ما تماطل بل تشجع على العمل الجماعي لأنه في ساعات المساء القمر رح ينتقل للعذراء لهو بيت متعبك عشان هيك من ساعات المساء بتبلش تفقد طاقتك بيسيطر عليك التعب عشان هيك بتكوا تحاولوا تنظيم أموركم والمحافظة على صبركم المعهود أثناء تصريف الأمور والتعامل مع الغير وبتكوا تحذروا من الأفكار السودة والمعنويات المنقفضة لأنه في الأيام القادمة ممكن تخيب آمالك أو تتأخر أعمالك بأي سبب عشان هيك دك تكون جاهز لحد يتما يوصل القمر لعندك برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا اليوم بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل ويعتبر هذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أحاول أنك تهدئ من روعك وما تنفعل اتجنب مخالفة القوانين واحرص على استقرارك وسمعتك والجنب الخلافات والمجازفات الشائكة واحرص على لجمها إذا شعرت ببدايتها هذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل زي ما حكينا لتقديم طلبات أو مقابلات أو تعزيز العلاقة مع المسؤولين أما في ساعات المساء فالأجواء رح تتغير تماما لأنه رح يصير التركيز على النشاط الاجتماعي رح تنشطوا اجتماعيا وتلتقوا الأصدقاء ومنكم أشخاص ممكن يتلقى دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة بتكون تنقلاتك مهمة وبتتمتع بسرعة خيالية بالنشاط وحتى بالأفكار ودماثة الدم أو خفة الدم بمعنى آخر برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا اليوم برضو نشاط عالي جدا وحضوظ عالي جدا ما بين سفر اتصالات اتصالات بعيدة امتحانات جامعية دراسة أوراق قانونية ومعاملات وممكن اليوم تشارك في حملة أو ورشة عمل وبتشتد رغبتكم أيضا بالتقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم في بعض موليد برج القوس ممكن يسافروا في رحلة أو يفرحوا لإنفراج أو تسوية مهمة بتهتموا بهواية جديدة الحيوية عالية جدا ومتحمسين لمتابعة المساعي وعندكم القدرة على التواصل مع المحيط أما في ساعات مساء يوم الخميس القمر رح ينتقل للبيت العاشر فعشان هيك رح يبدأ تركيزكم أو تركيز اهتمامكم حول المحافظة على سمعتكم ومصالحكم في مجال العمل أو لللي بدهم يقدموا طلبات للعمل أو يبدأوا بعمل جديد وتعتبر هاي فترة مناسبة للبحث عن أعمال أهم شيء إنه تحذروا من الانفعال والتهور وتشويه السمعة بين تصرفات فيها مجازفات برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا اليوم بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة من جهة ثم فرصة لمكسب علاقة بشراكة يعني شراكة عمل شراكة عاطفة ما بينكوا بين الأزواج أو تعويض أو قرض بنكي أو حلول مالية لها علاقة بالمؤسسات الكبيرة ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي شراكة مالية جديدة بتكون تتفقدوها بشكل جيد تتدققوا بتفاصيل ممكن اليوم تناقش موضوع يبيتعلق بتمويل أو قرض زي ما حكينا أهم إشي أنه تعالج الشؤون العائلية المهمة أما في ساعات المساء فالقمر رح ينتقل ويصير في البيت التاسع فهو هنا بتنشطوا في أمور إلى علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة والتعامل مع الأجانب وممكن تشاركوا في حملة أو ورشة عمل وبتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائك ومتعزيز العلاقة معهم بتكثر النشاطات عندك على حسب حق الإختصاصك فرح يكون فيه فوائد وإيجابية عالية جدا في الأيام القادمة برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا القمر ما زال موجود مقابلكم لغاية ساعات المساء مساء يوم الخميس فبالضل ساعات النهار كلها من الآن وللمساء ابترغبوا في تدعيم شراكاتكم سواء العاطفية أو المالية ويعتبر هذا يوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني أهم شيء تحاذر الخلافات وما الضخم الأمور لأن القمر مقابلك يعني طاقتك ضعيفة بتبدو مرهف الإحساس ومتوتر بسبب قلق ما فعشان هيك بدك تحاذر من إثارة العدائي والبلبلة لأنه مزاجك متقلب وعصبي وهذا الشيء بثير النفور للأشخاص اللي بتعاملوا معك أما في ساعات مساء يوم الخميس التركيز رح يصير على الأمور المالية وخصوصا الأموال المشتركة فبتعيد تنظيم أموركم المالية المشتركة من جهة ثم فرصة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي شراكة مالية جديدة الأجواء رح تركز على الأموال وعلى المستحقات وعلى المتطلبات وعلى الفواتير عندك نشاط عالي وحضوذك بتصغير أقوى برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا القمر الآن بدأ بمراحل المقابل لإلكم فعشان هيك اليوم بيبدأ العمل بتراكم أكثر من يوم أمس بصير في ضغط في مجال عملكم فعشان هيك بتكون تتهيئوا له هاي الفرصة وح تحاولوا تنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل دون المبالغة في ذلك وبرضو بدكوا تنتبهوا لغذاءكم وراحتكم وحاولوا أنكم تهملوا الواجبات مهما كثرت أو صعبت راعوا ظروفكم الصحية كونوا دقيقين ومنظمين ومراعين لظروفكم ومعنوياتكم الأجواء جيدة على مستوى العمل وإنجاز بعض الأعمال وأيضا تعزيز العلاقة ما بينكو بين الزملاء أو عمل جديد ولكن من ساعات المساء القمر رح يصير مقابلك تماما في برج العذراء فعشان هيك بصير من ساعات المساء في رغبة لتدعيم شراكاتكم وتعتبر فترة مناسبة للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني ولكن بما أن القمر مقابلك معناة طاقتك ضعيفة فبدك تحاذر من الخلافات وحاول أنك ما تضخم الأمور لأنه شوي بتصير أنت مرها في الإحساس حساس زيادة عن اللزوم برضو أي شيء بوترك أي شيء بسبب لك القلق فبدك تحاذر من العدائية والمشاكل والمواجهات حاول أنك تكون هادئ لحديث ما تمضي هاي الفترة على خير هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء وحفظه إلى اللقاء وحفظه إلى اللقاء